موسيقى هو ابن الاسكندرية التي يشبهها دماء شامية تنتمي لعائلة شلهوب المرموقة قلب لا يكف عن الحب جسد يعشق الترحال يصادق الغرباء ثم يجرفه الحنينة إلى موطنه هو عمر الشريف صاحب الرحلة الاستثنائية في تاريخ السينما بمصر والعالم في بيت تجري أخشاب ميسور بالاسكندرية ولد الشريف عام 1932 باسم ميشيل شلهوب تنتمي والدته كلير سعادة لعائلة سورية وفي الثغر الكزمو بوليتاني المزدهر شرب روح المدينة المقدسة منفتحا على ثقافات مختلفة وناهلا من ملاكزها الثقافية اللامعة كمدرسة فيكتوريا مجمع الملوك ونجوم السياسة كان ملك حسين وإدوارد سعيد لكن الفن اختطف الشريف إلى دروب أخرى لا هند دي دي هند كانت ظروف تانية وانتهت خلاص لكن التاريخ اللي على سوريتها بيقول غير كده بيقولي بيقولوا أنك لسه بتحقوا بعد ناجي هي أنا خلاص مفيش حاجة التقاه اسكندراني آخر هو يوسف شهين فأدرك بعينيه الفاحصتين أنه أمام نجم كبير يدخر له المستقبل شهرة ولمعانا قدمه في صراع في الوادي ثم انطلق قطار النجومية الذي لم يتوقف أبدا إلا برحيله فهو صاحب في بيتنا رجل نهر الحب أيامنا الحلوة كفاءة نقول أننا جئت هنا وأنا خايف أنكم تطردوني لما لقيت في البيت وطنية وشهامة ما لقيتها شفعي حد طول حياتي ثم كانت الخطوة الفارقة عندما التقى الشريف بالمخرج العالمي ديفيد لين ففتح أمامه باب السينما العالمية هيا سأخذك إلى فايسل لا أريد أن أشخاص شريف واري سافرا هو أخر يوم من هنا ستجده في هوليوود بنا مجدا مغايرا مرتبطا بأعمال حققت نجاحا لافتا دكتور جيفاغو الثلق الأخضر الرولز رويس الصفراء جيفارا كان مجدا مبنيا على التعب والخسارة فهو الجان الذي خسر قصة حبه الأسطورية مع سيدة الشاشة فاتن حمامة تحت وطأة فلاشات الشهرة وتوالي الترحال لم ينسى الشريف مصر أبدا وبين الحين والآخر كان يطل على شاشاتها ويحيي فاعلياتها ومهرجاناتها ومدافعا عن حقوقها ينهل من حب معجبيه فكانت روائع الأرجوز حسن ومركس أيوب ثم نام في ثراها هانئا في مثل هذا اليوم عام 2015 أهلا بيكم معنا مرة تانية عمر الشريف اسم مما لا شك فيه اسم واحد من أكبر الأسماء السينمائية في الوطن العربي اللي لم يكن أكبرها على أطلاق من وجهة نظر البعض أو حتى الكثيرين اسم من الأسماء السينمائية العالمية لا تستطيع أبدا أنك تذكر الاسم وهتجد حد ما يعرفوش الجامعة الأجانب يقوله عمر شريف طيب هل عمر الشريف اللي احنا نعرفه اللي احنا بنشوف أفلامه اللي احنا بنسمع صوته ونميزه احنا نعرف عنه كل ما يجب أن يعرف أو كل ما يحمل تفاصيل كتير عن حياته أنا لا أظن ذلك خلونا نرحب بضفنا العزيز داخل المستوديو كاتبنا وناقبنا الفني الكبير الأستاذ أشرف غريب رئيس مركز الهلال للتراث زك يا أستاذ أشرف الحمد لله يا فن منورنا كما جارت العادة والله يعني حقيقي ببقى مبسوط جدا لما شوفك أو اسم معصوتك أو حتى أتابع لك لقاء حبيبي ربنا يخليك ده شرف لي بالعفو يا فن بالعفو العفو هو مين هو عمر الشريف عمر الشريف اللي احنا بنشوفه على الشاشة حد وعمر الشريف بتفاصيله وحياته وشخصيته على ما يبدو حد تاني ده صحيح جدا لأنه عمر الشريف من ساعة ما ظهر على الشاشة سنة 54 في فيلم سراع في الوادي وهو حواليه مجموعة من المغلطات والمبالغات حتى والأشياء الملتبسة في حياته من أول اسمه اللي اتغير اللي هو ميشيل ديمتري شالهوب حتى يمكن تجربته في العالمية إلى آخر مشواره سنة 2015 طبعا يعني من ضمن الأشياء المهمة جدا الملتبسة في حياة عمر الشريف فكرة ديانتو ناس كتيرة جدا قعدنا فترة طويلة نتعامل مع عمر الشريف على أن ميشيل ديمتري شالهوب ده يهودي واقع الأمر أنه ليس يهوديا وأنه الكلام اللي اتقال فيه مسألة يهودية عمر الشريف كان كلام ممنهج جدا والمقصود به هو فاتن حمامه وليس عمر الشريف نفسه أولا أن عمر الشريف في ضي الكلام حتة يهوديته دي لغاية لما هو عمل مذكراته الوحيدة التي يعترف بيها اللي عملها سنة 77-78 مع صحافية فرنسية شهيرة تحت عنوان الذكر الخالد وحتى الاسم يعني ملفت جدا وترجمها الدكتور عبد المنعم سعد العربية فهو بيقول أنه مسيحي كاسوليكي من لبنان زوء أصول لبنانية والده تاجر أخشاب أسرته جاءت إلى مصر من الشام وأمه كلير سعادة دي خليط بين سوريا ولبنان تعرف الشام ما كانش فيها عدود خالص وجم قعدوا في مصر وتولد في مصر لأسرة مسيحية كاسوليكية عادية جدا وظل على كاسوليكيته على مسيحيته إلى أن قرر الزواج من فاتن حمامة سنة 54 وتغيير اسمه بعد فيلم سراع في الوادي وهو بيقول في مذكراته أن والده لما عارف هذا الأمر أصيبه بالسكر وظل ناقما عليه بسبب هذه النقلة فهو مسيحي يعني الأسرة مسيحية هو تعامل مع الأمر ببساطة شديدة وانتقل من المسيحية للإسلام وسمى نفسه يعني في مرحلة من المرحلة كان اسمه عمر شلهوب حتى مش مشيل شلهوب ولا عمر الشريف درجة أنه فاتن حمامة كانت بتقول تصريحات بعد كده باستخدمها اسم عمر شلهوب الجزء الثاني مثلا من التباس حياة عمر الشريف فكرة هل هو خريج فيكتوريا كوليجي ولا مش خريج فيكتوريا كوليجي هل هو كان صديق يوسف شاهين ولا يوسف شاهين اكتشف بالصدفة هل هو كان بيمثل في المدرسة على المسرح المدرسي وفيه كلام كتير خلط في هذا الأمر إنه بس اللي كان قاعد لا هو أحمد رمزي وأنا عملت كتاب عن حياة أحمد رمزي في تكريمه في مهرجان القهارة السلمية الدولي فأحمد رمزي حكا لي الحكاية بتفاصيلها كنت عامل كتاب اسمه أحمد رمزي أيامنا الحلوة فبيقول لك أنه كان هو وعمر الشريف هما تقول الاثنين زمال دفع واحدة في فيكتوريا كوليج فهم اتنين قاعدين في جروبي فدخل يوسف شاهين والاثنين عندهم حلم أنهما يشتغلوا في السلم فكل واحد فيهم تعمد أنه يلفت نظر يوسف شاهين على قد ما يقدر فظل يوسف شاهين طول الوقت باصس ومركز على أحمد رمزي فأحمد رمزي انشرح وتصور أنه يوسف شاهين خلاص بقى وقام يوسف شاهين فعلا وندرح لطرابزتهم وأحمد رمزي منتخيل أنه هيكلمه ففجأة لأه يوسف شاهين بيتكلم مع عمر الشريف عشان يجي يشتغل في سراع في الوادي لأنه كان عايز ممثل بمواصفات معين فلما جاءت فاتن حمامة قالت له مين مشيل شالهوب ده خده من إيدويس فشاهين ورحوا شربوا الشاي عند فاتن حمامة في البيت واختبرته وعمر الشريف بيحكي بيقول أنه عمل خدعة على فاتن حمامة لما قلت له وريني حاجة بتمثلها فمثل ما اشهد بالانجليزي ففاتن يعني عشان لا تظهر عدم معرفتها بالانجليزية قلت له خلاص رائع وجميل فيما يبدو أن هي كان مش معنية بإيه اللي بيقولوا بقدر ما فكرة التعبير أو تقمر صندور إلى آخر ويشتغلوا مع بعض في سراع في الوادي حصلت الدجة الكبرى في مسألة جواز فاتن وعمر ودي برضو من دين الأشياء الملتبسة في حياة عمر الشريف فاتن وعمر الشريف اتجاوزوا بعد طلاق فاتن من عز الدينز الفقار وبالسبب ده لأن احنا كنا مجتمع شرق في الوقت ده حصل ربط بين طلاق عز لفاتن وبين جواز من عمر لدرجة أنه فاتن حمامة هذه السيدة الوقورة الرزينة المتزنة خرجت عن وقرها وعن اتزانها وقال التصريح لمجلة أهل الفن 12 في 27 مايو 1955 في يوم عيد ميلادها بالضبط لأنه موليد 27 مايو 31 أنوانه ايه تخيل فاتن حمامة هذه السيدة الوقورة المتزنة تقول كان من الممكن أن أتخذ عمر شلهوب عشيقا في الخفاقة يعني انتوا عايزين مني ايه أنا كنت أقدر أعمل ده لكن أخلاقها ما تسمحنيش لأنه الدجة الكبيرة اللي حصلت عن بعد زواج فاتن وعمر كانت من الممكن أن تقضي على مستقبل لتنيد فاتن وعمر ولما سئلت في الحوار ده طب انت يعني مش همك الجمهور مش همك رد فعل الجمهور كان برضو من العصبية عندها أو نقدر نقول حالة الغضب أنها بتقول لك الجمهور مش هيجي يسأل عليها لما أكبر أنا لازم أبقى حاسة أن أنا عندي أسرة وعند حد يبقى ونيس وجليس ليه لما أكبر فسألها المحرق الله وانت متأكدة أنه عمر الشريف كان هيبقى معاك لغاية آخر يوم في عمرك فقالت له والله أنا بتتكلم على اللحظة لأنا عايشها ما عرفش إيه اللي في المستقبل فيبين لك قد كده فاتن كانت يعني متحمسة جدا ومقتنع جدا بفكرة زواجها من عمر وعمر كان بيستق جدا من غضبة الجمهور تجاه هذه الزيجة إذا تعدينا بقى مسألة جواز فاتن بعمر مسألة العالمية العالمية فيها جزء كبير جدا كمان ملتبس في حياة عمر الكلام كان على أنه بعد سنة واحد وستين لما جي ديفيد لين واختاره عشان يشتغل في لورنس العرب واقع الأمر أنا قدر النهاردة أقول لك أنه عمر الشريف كان لي محاولتين محدش يعرف عنهم الكثير للنفاذ السينما العالمية ومبكرا سنة ستة وخمسين بيروح يعمل فيلم اسمه مهمة في لبنان في فرنسا وسنة تمانية وخمسين بيروح يعمل فيلم تاني في فرنسا برضو اسمه جوحة ستة وخمسين دي يعني بعد سنتين بس من ظهوره على الشاشة وبعد فيلم سراع في الوادي يعني كان عمل سراع في الوادي ثم شيطان الصحراء مع يوسف شاين ثم أيامنا الحلوة مع حلم حليم ثم سراع فيلمينا التاني مع يوسف شاين يعني أربع أفلام فيروح للسينما العالمية مباشرة يعني قد كده الحلم مسيطر عليه لغة مساعدة يجيد الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأسبانية شوية فلا هو طول الوقت مهتم جدا ومعني جدا بفكرة السينما العالمي عشان كده هو لما ما نكحتش تجربته في فرنسا بدأ يشتغل على هوليوود بقى في مرحلة لحقا طب أنا عايز أرجع على مسألة أنه ترويج شائعة أنه عمر الشريف ليس مسيحيا كاثوريكيا ولكنه يهوديا وفي نفس الوقت هضم معها مسألة أنه ده فاتن حمامة جوزته بعد ما اطلقت من عز الدين ذو الفقار على ما يبدو المجتمع هنا كانت بدأت تظهر فيه شكل أو بادرة من بوادر التشدد يعني ده ناس بتتجوز فترد فاتن حمامة وتقول كمونت ناخده عشيء سري هم بيتجوزوا الناس مشغولة ليه إيه الأزمة في أنه يكون من أصل يهودي أصل مسيحي أصل مسلم يعني الأزمة فين؟ الأزمة في سنة 54 كانت في زروة المد الإخواني بعد ثورة يوليو اللي هي انتهت في أزمة مارس وحدث المنشاة بعد كده في 54 وقضية لفون وقضية لفون الله ينور عليك وقضية لفون في النحاء التالي لكن مسألة يهودية عمر الشريف دي اتلعبت بشكل تاني خالص من سنة 65 لما صلاح نصر وجهازه حاول يجند فاتن حمامة لأنها تشتغل مع المخابرات المصرية في الوقت ده وفي التفاصيل طبعا أنا ذاكرها كاملة فيه كتاب صدر من أسبوعين تلاتة بالزبط اسمه فاتن حمامة مذكرات وذكريات صدر عن مركز الهيلة للترس الصحفي فيه مذكرات فاتن حمامة الوحيدة التي كتبتها بنفسها والتي وافقت عليها تتكلم عن علاقتها وتجربتها بعمر الشريف كاملة وفيه تحليل لكل المواقف اللي حصلة فيما يتعلق بمسألة فاتن حمامة يعني مثلا لما فاتن حمامة اتعرض عليها أو اتطلب منها سنة 65 إنها تشتغل مع الجهاز هي رفضت واعتذرت والناس كلها صحت الصبح في يوم من الأيام في شهر يوليو زي الأيام دي كده بالزبط اكتشفوا أن فاتن حمامة سفرت وسابت مصر تماما بمساعدة زكريا محيد الدين الذي كان رئيسا للزراء في ذلك الوقت وفي حالة من التخفي عن جهاز صلاح نصر لما حصلت الوقع دي أنا في التصوري أن صلاح نصر لم يهضم فكرة هزمته فبدأ يعمل حملة ممنهجة ضد فاتن حمامة راح فيها عمر الشريف الرجلين يعني لك أنت تخيل أنه بسبب هذه الحملة الممنهجة اللي شارك فيها بعض الصحفيين سواء عن فهم أو عن جهل سواء عن قصد أو عن غير قصد اتشال فيها مثل رئيس تحرير في وقعة لا يعلمها الكثيرون أيضا أنه في يوليو 65 مجالة الكواكب اللي أنا في يوم الأيام كنت رئيس تحريرها وشرفت بذلك نشرت مجموعة من الكاريكتيرات برسم عبدالساميع فنان الكاريكتير الشهير كان رئيس تحريرها في الوقت ده الأستاذ النقد السينمائي العظيم وواحد من أعلام السقافة السينمية في مصر بساعد الدين توفيق نشر دون أن يعي كاريكتير على عبدالساميع بيقول النفاة الحمامة بتلهس وراء عمر الشريف وعمر الشريف قاعد في أوروبا بيجري وراء حسنوات أوروبا والنفاة الحمامة بتبحث عن العالمية وراحت بأوروبا وراه علشان تمنعهم بأنه يبقى على علاقات مسئية وحاجات كده فإيه رأيك أن الأستاذ أحمد بقى الدين هذه القيمة والقامة ساقه جداً هذا الأمر طباً وقرر أنه يقيل ساعد الدين توفيق من رئاسة تحرير الكواكب ويأتي بالأستاذ رجاء النقاش في ولايته الأولى رئيساً لتحرير مجالة الكواكب يعني قد كده الحملة كانت ممنهجة سواء بقى حد عارف أو مش عارف لكن فيه أدوات استخدمت وظلت الحملة من سنة 65 إلى وبعدين حصلت ناكسة 67 فبقى فيه كلام شديد جداً على الكيان الصهيوني فكل الصحافة في الوقت ده الصحافة الفنية بالتحديد اشتغلت على فكرة يهودية عمر الشريف وكرست لهذا المفهوم الخاطئ إلى أن أظهر عمر الشريف مذكراته اللي هي ذكر الخالد ثم لما من 3-4 سنين صدر الكتاب بتاع الممثلون اليهود في مصر وأنا كنت بفند ساعتها مين الممثل اليهودي الفعلي ومين الممثل اللي مش يهودي واللي الناس اعتقدت أو بقى فيه تراكم من المعلومات الخطيئة عن أن هذا الممثل اليهودي أو غير يهودي طيب عمر الشريف ده يمكن برضو على حسب معظن يمكن كنت بقول له حضرك الكلام ده قبل منبدأ الفقرة على ما يبدو كأن هناك الكثير كانوا ينتظرون الوفاء حتى ينشروا مجموعة كبيرة جدا من الفيديوهات لا أظن أن فيها إساءة لعمر الشريف ولكن هي كانت شكلها يدي انطباع مغاير عن اللي الناس خدته عن عمر الشريف الناس دايما نواخد عنه أنه هو هادئ اطباع رومانسي جميل جان يعني الستات تموت فيه وده طبيعي الحياة رجل شكله جميل ما شاء الله صوته جميل لكن كانت الفيديوهات أنه عمر الشريف صاحب أرى شديدة الصراحة أحيانا صادمة جدا أحيانا أخرى هل هو فعلا كان بهذه الشخصية أنه شخص صادم لا يكترث لرأي حد فيه ما بيفرقش معاه رأيه هيعجب مين وما يعجبش مين صحيح هو كان معتد جدا بنفسه ونجاحاته في السينما العالمية كان بيتدي له نوع من الثقة والتقل كمان وأنه يفرد رأيه أو يقول رأيه دون حساسية ودون دبلوماسية ودون مرعاة لأي شيء لما أضيف على كده تركبته المزاجية اللي هي تقدر تقول عليها مش عايزة سسميها منفلتة لكن فيها قدر من العصبية النرف دايما عالي عنده فكان لا يتورع أبدا أنه يظهر أرأه حتى لو بحدة يعني فيه وقائع شهيرة مثلا أنه ضرب ظابط في فرنسا في نقطة مرور مثلا وتحكم عليه إغيابي في فترة من الفترات وما تنفسش وفيه وقعة شهيرة تانية لما في أحد المهرجانات الكبرى ضرب صحفية بالألم لأنه قالته معجب موش فإن كانت بتصل به الأمور أحيانا إلى حد الانفلات والتهاور لكن لما تيجي ترجعها هي في الآخر تركيبة مزاجية حالة من الاعتداد بالنفس ثقة وإحساس بذاته خلته يبقى في مكانة تسمح له بأنه ما يبقاش دبلوماسي يبدو أن الصورة دي ما كانتش محبوبة أو مرغوبة أنها تبقى شائعة عن عمر الشريف مش عايزين نخدش هذه الصورة الزهنية عند الناس الشاب الرومانسي زي ما حالك ذكرت حتى عمر الشريف لما كبر على فكرة حافظ على جاذبيته عند البنات والجنس اللصيف بالتحديد وكان عنوان للرومانسية فخدش هذه الصورة كان ممكن جدا يمثل حالة من الإحباط عند الكثيرات أكتر من الكثيرين فربما ده كان الدافع لإخفاء كثير من الفيديوهات عن الناس في فترة حياته عمر الشريف وعلى فكرة عايز أقولك أنه يعني أنا تفكرتني بحالات مشابهة في كثير من في الوسط الفني تقدر تقول عليهم الحالة دي الصورة اللي موجودة قدام الناس شيء والصورة الأخرى اللي موجودة في الحقيقة شيء تاني يعني أنا بيذكرني مثلا دلوقتي الفنان الكبير محمود مرسي محمود مرسي ما كانش يحب يظهر أبدا ولا يعني نادرا اللي لم يكن يعني يتعد على صابع الإيد الوحدة اللي ظهر صحفيا وإعلاميا ليه؟ لأن صورة محمود مرسي هو محافظ على صورة معينة عند الناس لو ظهر بصورته التانية يمكن الناس نظرتها ليه تختلف وهو مش حزايف صورته هو كان صدق جدا مع نفسه طيب أنا بعد أفكر كتير في أنه عمر الشريف ذهابه إلى لو صحة عبير العالمية وتمثيل أفلام في هوليوود أفلام كبيرة يمكن زي اللي ذكرها التقرير رونز رويس الصفراء أو دكتور جيفاجو أو لورنس العرب وغيرها بالمناسبة إنه حصل صعود سريع جدا 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 للعمر الشريف وبعد شوية حصلت مرحلة من مراحل الخفوت لو صح الكلام صحيح جدا وممشيش بنفس اللي كان ماشي فيه بقية جيله من ممثلين كتير في العالم جمعتهم معه برافو عليك صحيح إيه السر؟ هقولك يعني البداية القوية دي هي اللي خليت رحلة صعوده على البداية القوية التانية مش الأولى الأولى دي ما تحستش الفيلمين الأولى دول ما تحسوش لأنه هو اختار السكة الغلط لما راح للسينما الفرنسي ومن حصن حظه إنها ما تشافتش وما تحستش وخلاصه لكن البداية القوية لما ديفيد لين يؤمن به ويشتغل معه في لورنس العرب بعدين دكتور جيفاجو بعدين يترشح للأسكار بعدين ياخد جولدن جلوب أكتر من مرة وسيزر يعني بداية قوية جدا قدته هذا الزخم قدته قوة الدفع اللي تخليه يعلى ويحصل حالة الصعود الكبيرة اللي حدقتا ذكرتها بشكل كبير جدا طبعا في عوامل أخرى الغرب في الوقت ده كان ميال لفكرة الشارعي حابب عالم العرب والصحراء وكان فيه سيطرة على المود العام في الغرب بفكرة عالم ألف ليلة ورومانسية السحراء والجو ده فكان عمر الشريف لائق ومناسب للحالة المزاجية الغربية في الوقت ده بالذات مع نهاية الخمسينات وبداية الستينيات لما هو نفسه بقى بدأ يخرج من القالب ده الشكل الشرقي بالملامح الشرقية بالأداء الهادي اللي مفهوش التشنج الغربي المواصفات اللي كانت مطلوبة في الوقت ده هو بدأ نفسه يغير من نفسه فيها فحصل حالة تشبع عند الناس من أدوار عادية ممكن أي ممثل هوليودي طبيعي يعمله فخلص يعني هو تحس أن هم تشبعوا من بدايات عمر الشريف من قوة الدفع الأولى للحاجات الجديدة زي ما بيقول كده ومع الوقت يعني في السبعينات لما يعمل حاجات شوية ضعيفة يطلع من أدوار بطولة وأدوار تانية لأدوار تالتة وربعة وحاجات كده لا يروح للتلفزيون في وقت كان التلفزيون عارف أنت الجملة الشهيرة بتاعت أن التلفزيون بيحرق نجومية الفنان هذا صحيح فهو راح للتلفزيون بدري لما لقى نفسه ما فيه شغل أو لما لقى نفسه وفرصه في الشغل أقل مع صعود أجيال أخرى لاحقها بقى بعد كده وهو كمان الحقيقة شتت زهنه زي ما لنا دايما كنت بقول على واحد زي عز الدين زي الفقار فيه كتاب أنا كنت عامله برضه في مهرجان اسكندرية اسمه عز الدين زي الفقار الحب في زمن الثور عز الدين كان مفرد في كل شيء عمر الشيف أيضا كان مفرد في كل شيء كان مفرد في اللعب يعني في قعدة الكوتشينا كان مفرد في الشرب كان مفرد في العلاقات النسائية فشتت زهنه كتير وبدت كتير من موهبته فكل الأشياء دي ساهمت وساعدت أنه يتراجع ويمكن لما تيجي تتأمل تتخيل أن الزيارات المتفرقة اللي كان بيعملها في مصر في الوقت ده لما يجي يعمل أيوب أولا هو مثلا سنة 65 فعز نجاحه يعني كما لو كان لسه ما كانش حدد هو حيقيم بره ولا هيبقى في مصر يجي يعمل فيلم المماليك سنة 65 خرج عاطف سالم اللي عاطف سالم كان بيعمله الفنانة الكبيرة نبيل عبد اللي كانت زوجته في الوقت ده وبعدين بعد 65 قرر أنه يستقر تماما في أوروبا فده كان جزء من أسباب خلافات عمر وفاتن يعني هما انفصلوا فعليا يمكن سنة 65 ستة وستين لكن هما اطلقوا سنة 74 فهو من بعد الفترة دي بدأ خلاص يتراجع بقى في السبعينات يجي يعمل أيوب سنة 83 بعدين يعمل الأرجوز بعد كده ويجي يعمل المواطن مصري لغاية لما وضحكوا لعب يعمل زيارات متفارقة كده من الوقت الثاني لغاية لما قرر أنه يعني فترات إقامته في مصر تطول شوية لما بدأ يشتغل على حنان وحنين وحسن ومرقص يعني هو نفسه ما كانش يعني حاسس بالاستقرار ده بالذات مثلا في آخر 10-15 سنة من حياته طيب أنه نجوم من نفس الجيل بتاع عمر الشريف في السينما العالمية يسبقوه ويكملو ويفضلو نجوم حتى مماتهم وعمر الشريف يفضل محتفظ بصورة جيدة في السينما العالمية محدش يقدر ينكر لكن لم يحتفظ بنجوميته هل ده معناه أنه كانت موهبته أقل ولا أنه هما كانوا مؤسسات وهو ما كانش مؤسسة هما كانوا أكثر حكمة وهو كان أكثر تهورا هو ده صحيح الجزء التاني هما كانوا أكثر حكما وهو كان أكثر تهورا وهو زي ما أقولك تشتتا لما أضيف كمان أنه هو ما كانش مخلص قوي لتجربته في التمثيل خلي بالك النظريات التمثيل اختلفت مع الوقت يعني النظريات الممثل عند محط زي ستان سلافيسكي مثلا ما استمرتش ما عاشتش وقت طويل بعد كده عمر الشريف ما كانش مؤمن بالنظريات التقمص هو طول الوقت مؤمن بالحرفة يعني أنا دايما بيحضرني مثل فيلم الأرجوز فيلم الأرجوز أنت لما تتفرج على عمر الشريف كأنه بيدي درس للناس كيف تمثل هو مش مش متقمد مش أحمد زكي مثلا مش أنا عايز أقربها للناس مش أحمد زكي مش الرجل اللي الدور لابسه ومتلبسه وعايش فيه فبيمثل لا هو حاطت مسافة بين أدائه وبين اللي بيقديها لها الشاشة وهو عارف قدراته وعارف أدواته كممثل هو حتى دايما كان يقول كده لازم الممثل يبقى منتبه لازم يبقى الممثل عارف هو أم بيعمل إيه ويتحرك إزاي وقفو ده الأسلوب ده في التمثيل في أوروبا ما كانش مطلوب قوي ممكن من منتصف التمانينات كانت فكرة التقمص زادت شوية في الوقت ده حتى مع مساحة الحرفة ما بننكرهاش حتى هو لأن بجي مصر طب أنا أقول لك على حاجة يعني أجيال كتيرة في أوروبا زي ما أنت بتقول سبقته طب ليه بقى عمر الشريف في مصر ظل عمر الشريف رغم أن فيه أجيال كانت معاه ترجعت يعني إذا جاز التعبير مثلا هو جيل أحمد مظهر وجيل شكري سرحان وجيل أحمد رمزي جيل أحمد رمزي ده هو جبح أحمد رمزي معاه في حنان وحنين حبا وتقديرا للصداقة العظيمة والحميمة اللي بينهم يعني طب المفارقة العكسية دي جات ليه واحد لأنه إحنا طول الوقت نظرين لعمر الشريف على أنه ممثل العالمي وإنت عارف قوضة الخاجة عن دن طبعا اتنين لأنه كان في الوقت ده بيمث بيختار بشكل جيد يعني الأرجوز اختيار جيد تركيبة كاركتر يعني غير مستهلك عن دن صحا أيوب لما عملوا في أفلام التلفزيون مع مرضو هاني العشين كان فيها خط إنساني جميل جدا من الممكن أن يكون محبب في الوقت ده لو حضرك نربط أو نمد الخط على استقامته نلاجد أن الفترة دي اللي كان واحد زي فريد شوق بيقدم كل إنسانياته الكبيرة في السينما 83-85 الفترة اللي كانت فريد شوق بيعمل المجموعة بتاعته اللي بدأت من السبعينيات يمكن فكان اللون ده مطلوب في السينما أو الزوء العام المصري بشكل يمكن يكون في حالة تضاد أو موازي لفكرة حالة التجبر اللي حصلت عند رجال المفتاح بعد 75 لما الرئيس السادات فتح مصر للرأس المالية يعني فكرة حصل المفتاح وقصر فكان فيه ناس منصحقة وناس اللي احنا بنسميها أن الطبقة المتوسطة تأكلت فهو كان قاعد بيشتغل على المنطقة دي في وقت كانت الحالة المزاجية في مصر مرحبة عشان كده فضل عمر الشريف في مصر هو عمر الشريف النجم رغم أن جيله وقع لكن في السينما العالمية هو اللي بينزل وجيله بيعلم وأقرانه قاعدين عمليه يزيد هل عمر الشريف ويوسف شهين كانوا ما بينهم علاقة صداقة ولا كان فيه بينهم علاقة ندية لو صحة يعني دائما ما يطلق المخرج العالمي يوسف شهين الممثل العالمي عمر الشريف هل هم كانوا أصدقاء ولا كانوا أقرب إلى الأنداد يعني في الحوارات اللي كان عمر الشريف بيقدمها وبالذات لما كبر كان ممتنا جدا ليوسف شهين بجزئة أنه أولا هو اللي قدمه ثانين هو اللي علمه التمثيل يعني عمر الشريف طول لأ تقولك يوسف شهين هو اللي علمه التمثيل وانت فعلا لما تيجي تتأمل طريقة أداء أومر الشريف بالذات في البداية تكتشف أنه يوسف شهين هي كلاسيكية يوسف شهين بدا في الصراع في الوقت دي مثلا اقتلني أسليم الجملة الشهيرة يعني اتخذت كأفيف عندما سألوح ازعزب شغل لما كان بيقالي ده أومر الشريف ده شغل يوسف شهين كله طريقة سكتاته وانفعالاته سكتاته وانفعالاته نظرة العين نظرة العين حركته قدام الكاميرا انفعاله اللادي بانجلش بتاعه البادي لانجلش بتاعه كل الكلام ده شغل يوسف شهين بدأ يتخلص منه بقى شوية شوية لما يشتغل مع عز دونس الفقر يقوله لا الرومانسية تتعامل بطريقة تانية مع صلاح ابو سيف في لوعة الحب أمام شادية مع عاطف سلم في إحنا التلامزة وصراع في الميناء مع عاطف سلم بعد كده في المملك ولكن في المملك طبيعة الدور خلاه شوية يرجع للون ونمط يوسف شهين وأظن النمط ده رجع له تاني في المواطن مصري في بعض المشاهد قد صحيح يعني حالة الانفعال المبالغ فيه وبعدين الهدوء المبالغ في المرأة والانفعال ده في الهرابيوز لأنه زي ما بقولك كان بيقدم لنا درس في التمثيل بس درس محضرة مش درس حد محترف مش محمود المينيجي ولا محمود مرسي ولا أحمد زاكي ولا زاكي رستوم ولا حتى حسن حسني حسن حسني كنت أقولك حسن عبدين عنده النرف بيعلى لكن حسن حسني محمود المينيجي أحمد زاكي طبعا نور شريف كتير من أدواره لكن هو كان مؤمن بفكرة الحرفة وده يعني خسره كتير بر أنا كنت يعني من الناس يعني قدر الإمكان بتابع الشغل بتاع عمر الشريف الله يرحم وأتذكر فيلم كان اسمه الماسة السوداء أو اليقوتة السوداء وكان فيلمه حش قوي وقتها عدت استغربت وقت ما اتفرجت على الفيلم ده أنا فاكر اتفرجت عليه في التلفزيون وكان في قناة تانية تحديدا أنه صغير واستغربت لي وكنت أقتها مراهق يعني ساعة ما شفته أول مرة قلت لي عمر الشريف يعمل فيلم زي ده هو كان بيجيب يعني أنا مش بقول أسرار ولا بطعا في مشوهر عمر الشريف هو كان بيجيب أنه أحيانا كتير كان بيشتغل بمنطق أنه عايز فلوس وليه عايز فلوس لأنه كان بيخسر الفلوس على ترابيزات الأمار يعني الحقيقة يعني فهو كان بيخسر كتير وبيكسب كتير واللي بيكسبه بيخسره زي ما كنت بقولك هو مفرد في كل شيء فكان يعني بيعمل ليه مسلسلات تلفزيونية سيئة جدا عملها بره في أوروبا وفروريك سيئة قوي يعني ملاي طريق بعمر الشريف لكنه كان بيجيب عايز يشتغل أولا فكرة الفلوس ثانيا فكرة التواجد لأنه هو برضو من القناعات اللي كانت عنده أنه هو لو اختفى هيتنسي فكان بيشتغل وبعدين يعني معه برضو ايه بيتشتت يعني مثلا عمر الشريف في ناس كتير ما تعرفش أنه لعب سياسة فعلا اه لعب سياسة عمر الشريف واحد من اللي شاركه في اه 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 السادات بعت رسالة لبيجين مع عمر الشريف وعمر الشريف أهم بالمهم فيعني انت كمان بتدخل نفسك في عالم السياسة المحفوف بالمخاطر اللي ممكن يعني لو ما تحسبش صح ينقلب عليك زي كتير من الأسماء الفنية اللي دخلت لعبة السياسة وخسلت طبعا اسمهان مثلا اه فهو في الآخر كان في فترة من الفترات على علاقة بمؤسسة رياسة في مصر ورئاسة الوزراء في اسرائيل ويمكن ويمكن يكون ده من بين ضمن الأسباب اللي خلت بعض الناس تتوقع انه حكاية يهودية اه لكن هو اللي عبها السياسة زي ما فيه ناس كتير اللي بتسازها في مصر اسمهان ورأي ابراهيم وكاميليا وبال زبط وفيه ممثلين عاديين قاموا بأدوار واحنا ما نعرفهاش في لعبة السياسة ويمكن ماتوا احنا ما نعرفهاش لغاية النهاردة لكن هو اعلن بعد كده او كشف هو عن انه قد مهمة فيه تهيئة الأجواء لزيارة سادات القدس زي ما ناس كتير عملت الحكاية دي يعني هو كان واحد من الأدوات اللي استعدمها الرئيس السلط في الفترة دي طب يمكن من من الأفلام لو صح تعبير انها الأخيرة مش الفيلم الأخيرة من الأفلام الأخيرة في مشوار عمر الشريف كان فيلم المسافر وده كان وقتها انتاج وزارة الثقافة في مصر صحيح ساعات ساعات بيجي الانطباع مبني على بعض من لقاءات برضو عمر الشريف انه لم يكن سعيدا بهذه التجربة برضو صحيح ليه؟ أولا الفيلم اتعمل يعني بدعم وزارة الثقافة دعم كامل يعني وزارة الثقافة ضخت الفيلم قاعد حوالي ثلاث سنين اتعمل او اربع ضخت من سنة 2006 2007 عشرين مليون جنيه عشان تنتج فيلم وكلنا في الفترة دي كتبنا وقلنا يعني كان من القدع ان وزارة الثقافة تنتج بهم ثلاث اربع افلام لثلاث اربع مخرجين لكن كان في حالة شلالية كده حصلة جوه وزارة الثقافة بالأسماء حقيقة يعني اتنين تلاتة منهم نقاط كبار وتوفوا فهم يعني في زمة الله الان هم اللي ضغطوا على الوزير فاروق حسني عشان ينتج هذا الفيلم رغبة من وزارة الثقافة في انها ترجع تاني لمجال الانتاج السينمائي والهدف كان نبيل ما بننكرش طبعا لكن النتيجة كانت سيئة جدا وكانت وقضت على فكرة عودة وزارة الثقافة اظن الى الابد انها تنتج تاني افلام والمخرج الفيلم احمد مهر من المخرجين اللي كانوا وعدين جدا بس انا في ظنني انه حط البيض في سلة واحدة ويبقى فيلم المهرجانات ويبقى المومي الجديد بما قيس زمنه فعمل كل حاجة حط كل شيء حط يعني حالة من الاستعراض القدرات وفرد العضلات العالية جدا في فيلم ملتبس وغير مفهوم وفي لعبة الزمن غير واضحة وهو اللي كاتب وهو اللي بيخرج وما انتش عارف انت في زمن حاضر ولا مستقبل ولا ماضي ولا ايه وكانت الحكاية كلها غير مريحة عند واحد زي عمر الشريف يعني انما تشوف التجربة بديه وتجربته في حسن ومرقس مع عاد الإمام لا تعرف قد ايه هو كان مبسوط وبيشتغل في شركة انتاج خاص طبعا يتوقفت شركة جود نيوز قد كده بيشتغل مع عاد الإمام ومع مجموعة عارفة توظف عمر الشريف النجم العالمي الفيلم مكتوب بحالة من السيمترية تصل الى حد الاكتمال الاكتمال الممكن يكون مضر للفكرة الفنية او للبناء الفني البناء الفني يعني مش قايم إلا بنظريت البنيوية مثلا عند اخوانا بتوع النظريت المؤمنين فيها في النقد يعني انه العمل الفني هو عبارة عن بناء هندسي في يوسف معاطي كان عامل بناء هندسي صارم لدرجة مملة مشهد لعاد الإمام قدامه مشهد لعمر الشريف حالة من الخطين كده ويتقابلوا ويترجعوا تاني الى اخر فده كان بيرضي ذات عمر الشريف باعتباره مماثل اعلامي جاي يوقف قدام اكبر اسم في مصر طبع انما المسافر لا دور مابتور الفيلم اطلع ثلاث ساعات ونص فقصوا منه كل ما يقصوا منه يفقيت جزء يفقيت جزء من دور بتاعه لدرجة انه لما اتعرض في مهرجان فينيسيا عمر الشريف اعلن تبرقه من الفيلم واصل بيه المسألة انه اعلن تبرقه من الفيلم فكانت تجربة قاسية جدا وغير جيدة عند عمر الشريف وعنده كل قصرة الفيلم الحقيقة محمد مهر اختفى بعدها الاخر مرة شفتو كنا في 2013 مظاهرات وزارة الثقافة واعتصامات وزارة الثقافة ضد الاخوان وبعد كده ما شفتوش تاني خالص مع انه مخرج انا بقولك مخرج جيد جدا بس هو يزبط البصلة يعرف امتى يحط ايه وما يحطش ايه لكن هو مخرج جيد جدا ومن الوارد جدا انه يظهر في وقت تاني بفيلم كويس يعني اقولك على تجربة بس ما طولش شريف عرفه هذا الاسم العظيم الالفة بتاع جيله الحقيقة لما عمل اقزام قادمون محدش انتبه له لما عمل سامع هص محدش انتبه له محدش خد به والافلام دي فشلت جمهريا رغم جودتها الفنية رغم ان الافلام حلوة جدا لكن هو لما بقى حط ايده على ازاي يعمل التوليفة التجارية الجماهيرية انها مع الفيلم الجيد عند اللعبة مع الكبار مع عادل امام لا خلاص بقى شريف عرفه حافر اسمه خلاص بقى شريف عرفه هي تظبط البصلة تعرف انت عايز تقول ايه ازاي بعد كده تنجح بدأ ادواتك في ايدك فهو احمد مهر ادواته في ايده بشكل واضح جدا لكن يعرف وعايز ايه ويعني وما يكتبش يعني يسيب حد يكتبه طيب يمكن اخيرا استاذ اشرف هل تعتقد انه عمر الشريف اللي حابينا نصنف ونقول انه فنان توفرت ليه كل الظروف ولكن لم يحسن استخدامها ولا هو فنان عايز اقول ايه انه لم تتوفر ليه الظروف الملأمة اللي تليق على شخصيته العكس توصن يعني لأ بصه لما الظروف كانت متوفرة لعمر الشريف استفاد منها جدا بالذات في فترة بداياته في مصر يعني حالة الزخم اللي عملوه لأيوسف شاهين وفاتن حمامة ويوسف شاهين على فكرة من الناس اللي بيؤمنوا بفكرة انه مش يقدم موهبة ويطلع يجري مش بيلقيها في الشارع يعني صراع في الوادي الشيطان الصحراء صراع في الميناء ثلاث افلام يعلوا اي موثل جديد طبع ولما يعمل أيامنا الحلوة كمان مع حلم حليم جنب عبد الحليم وجنب أحمد رامز رغم أن عبد الحليم و أحمد رامز ده كان أول فيلم ليهم فهو في الآخر بيتقدم بشكل قوي جدا استفاد وكمل ونجح في أنه مش بس أنه يبقى موجود على الساحة ده نجح بأنه يفرض طيارة رومانسية في الوقت ده هو وعبد الحليم للأمانة يعني هما اللي غزوا تغير الرومانسية في الوقت ده لدرجة أنه خاد معهم في سكتهم أسماء موجودة بقى زي عماد حمد في الوقت ده وما كانش بيعمل الرومانسية قبل ظهور جيل عبد الحليم وعمر الشيف بنفس الوضوح ده كان يعمل بشكل متفرق شوي فهو استفاد وقفاد في الفترة ده ولما رحل السينما العالمية زي ما كنا بنتكلم في تهيئ ظروف معينة ميالة لفكرة الملامح الشرقية دي قدر لكن هو يعني خلينا أقول لك إيه إذا جاز التعبير ما عرفش يطور من وجوده في هوليوت ما عرفش يستفيد من إنه موجود فيبدأ يطور من أدواته وقدراته ويحافظ على نجوماته مع الفارق في المثل زي الممثل اللي يشتغل على الشخصية نمطية فيفضل أسير لها وأنا دايما بقول مثلا الفارق بين عليك تسار اللي عمل عثمان عبدالباصل طول عمره وبين نجيب الرحاني اللي بدأ بكشكش به لكن تخلص منها بسرعة صحيح فكان عن نجيب الرحاني انتهى به وهو نجم لما مات سنة 49 وهو نجم النجوم وصاحب مدرسة ورائد و و و و و عليك تسار انتهى به ممثل في المسرح الشعبي ويقدم أدوار مش مش سنوي أدوار أقرب إلى الكمبارس ويطلع الخادم ويطلع مع عبدالوهاب ويطلع مع سمية جمال ومحمد فافزي أدوار لا يطلق بقيمة على التسار ليه لأنه ظل أسيل للشخصية النمطية ومعرفش يطور من قدراته ومن أدواته انا هتصور ان عمر الشريف وقع في هذا الخطأ وبالذات في السينما العالمية هل لو كان عمر الشريف مش مهتم هذا الاهتمام بفكرة العالمية والتواجد في أوروبا او الولايات المتحدة ولكن ركز موهبته على العمل في الداخل كان من الممكن يبقى حجمه واستمراريته أكتر من الواقع سؤال مهم هو وحلى فكرة أسئلتك كلها تدعو للتأمل الله يخليك تلميذك أخوك الزغير ربي ربنا يخليك ربنا يخليك يا رب يعني طبعا لو يعني فيها قدر كبير جدا من التعامل مع غيب مع أمور غيبية إنما أنا أتصور أنه عمر الشريف كان عنده كارزمة ما حدش يقدر ينكره كان ممكن يبقى رشدي أبازة يعني إذا جاز التعبير بمعنى أنه رشدي أبازة وظل حتى آخر أيامه محافظا على وجوده وحضوره فكان من الممكن أن يكون عمر الشريف هكذا لكن أحمد رمزي وقع في مصر شكري سرحان تراجع في مصر لكن عمر الشريف كان ممكن يبقى زي رشدي أبازة يعني كان حيستطيع بدرجة كبيرة أنه يحافظ على حضوره الكبير وكان من الممكن جدا أنه يكتب له كمان يعني إحنا عندنا مشكلة طبعا في الكتابة للمرحلة العمرية دي لكن كان ممكن يكتبه يعني أنا بقعد أفكر يمكن وبأفكر حضرتك بصوت عالي فيه فارق في العمر وفي الجيل وفي أسبقية التجربة ما بين عمر الشريف وما بين عدل الإمام نعم والفارق في العمر ما كانش كبير قوي يعني يعني تقريبا حوالي عشر سنين لو آه عمر موليد اتنين وتلاتين وعادل موليد واحد واربعين تقريبا مثلا طيب واحد خد القرار أنه هو بيكمل المسار جوه مصر لحد آخره فيصبح هو الرجل المتربع على عرش السينما والتلفزيون والمسرح تلاتين اربعين سنة ما شاء الله ربنا دي له الصحة ده عادل إمام صحيح وواحد شتت نفسه كتير بالرغم من بداية صاروخية انطلقت الصاروخ ولكن نح تقريبا السينما المصرية أو العربية عن زهنه شويتين صحيح فهتلاقي الرصيد مش واضح أو غائم وهكذا أصله عادل كان ومازال عارف هو بيعمل إيه وعارف ويقدر يعمل إيه وما يقدرش يعمل إيه قدراته يعني عمر اتقنه للغات وعينه على سينما العالمية وبيمثل على مصرح فيكتوريا كوليس بالإنجليش هو عارف أنه ده اللي امتداد الطبيعي بتاعه إنما عادل هو عارف أنه ممثل مصري عربي وبالتالي مش مش هيلقي فرصة برا خلي بالك برضو يا أخي يعني الحقيقة بتفتح لي مجال كتير للتأمل أنت يعني لو ما دين جي نتكلم على كل اللي حاولوا يشتغلوا في السينما العالمية أحمد رمزي وعادل أدهم مثلا أحمد رمزي وعادل أدهم اللي خلاهم يروحوا للسينما العالمية إنه معهم لغة رشد أباظة والثلاثة فشلوا في السينما العالمية والثلاثة رجعوا وركزوا في السينما المصرية ولما ركزوا نجحوا عمر شليف لأنه بدأ قوي مع ديفيد لين وبدأ يعني حاجات مسماعة في العالم كله استمر لما لما يجي أحمد رمزي يعمل إبن سبارتا كوز ولا يعمل مش عارف عادل أدم يعمل فاتفوت ولا يعمل مش عارف رشدي أباظة يروح في سنة 51 يعمل أفلام ضعيفة جدا في إيطاليا باعتبار أنه أمه إيطالية فيرجع يبدأ بداية جديدة يكون جيله سبقه شكري سرحان وكمال الشبناوي فيبدأ ياخد تاني المشوار تاني لغاية لما عز الدينز والفقر يؤمن بموهبته ويديله بقى من الراحلة ثم طريق الأمل ثم امرأة في الطريق ثم طبعا نقلته الكبرى فيه الرجل التاني سنة 59 فهم رمزي ورشدي وعادل أدم دفعوا تمن تجربة غير مكتملة في السينما العالمية نتيجة أنهما ما بدأوش كبار عندما عمر الشريف بدأ كبير فاستمر كبير وبس هو ما عارفش يحافظ بقى درجة أخرى من التعاطي مع ملف عمر الشريف لكن عادل زي وزي أحمد زاكي مع أحمد زاكي موهوب جدا لكن اللغة عنده ما كانتش تسمح له يشتغل في السينما العالمية سيد أشرف أنا كنت عايزة أكمل الحوار ده وأتمنى أن احنا نتقابل قريب تاني ونتكلم أكتر على السينما هذا الفن العظيم في مصر بس هنعمل إيه؟ الوقت بقى أعمل يخدنا معايا للأسف نورتنا وشرفتنا شكورك ربنا يخليك كل الشكر لكاتبنا وناقضنا الكبير جدا الأستاذ أشرف غريب الناقض الفني وطبعا رئيس مركز الهلال للترات في حديث أفتكر كان أكتر انفتاحا حول عمر الشريف أكتر انفتاحا عن إيه عم يوسف؟ عن أحاديد كثيرة ممكن تكون بتدور في بلدنا على كل خلصة الحلقة ولو كلنا العمر هنتقابل بكرة برضو في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة